خبر آخر متعلق بتدعيم قطاع قرة القدم بلاعبين شباب خلال الفترة القادمة هناك محاولات متجري خلال الساعات الأخيرة وخلال الفترات الماضية عن ضم أبرز اللاعبين وأبرز المواهب المتواجدة في سن الشباب والناشئين لاكتسابهم مزيد من الخبرات خاصة أنهم بيكون عوامل إيجابية في سنوات قادمة مع الفريق النادي الأهلي في الفترة القادمة مستفى البدري لاعب أسوان صاحب الواحد وعشرين عام وعمار حمدي لاعب نادي الناصر صاحب التسعة عشر عام خلاص خلال الساعات القادمة في روتوش أخيرة بخصوص هؤلاء أو هتي اللاعبين مصطفى البدري وعمار حمدي السنائي مهم جدا خلال الفترة القادمة الأهلي بيستعد ليضمهم خلال الفترة القادمة روتوش أخيرة يعني خلال الساعات القادمة لضم هؤلاء السنائي مصطفى البدري وعمار حمدي اتنين من المواهب المتميزة إن شاء الله يكونوا إضافة للفترة القادمة في الفريق الأول وسياسة تقطاع القرى في الفترة الحالية التعاقد مع لعابين مميزين في سن صغير عشان يكتسبوا خبرة المباراة ويتواجدوا في الفريق الأول خلال الفترة القادمة دي كانت اطلالة من أخبار قطاع الكوري التعاقد بشكل رسمي والتعاقد بشكل رسمي مع النادي الأهلي